بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة والرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة توفى عنها زوجوها وكانت الحقيقة تعيش في قرية قرية دي يعني بخلاء شوي او شديد البخل فطبعا لم يعبأ بها احد وهي طبعا ارمالة ومع هي يتيم فضقت الحقيقة بحياتها ولم يكن لها سبيل الا ان تذهب الى المدينة الى اخوتها ليقوموا على رعايتها ومصروف هذا اليتيم يعني اخواله لها اقاموا تربية افضل تربية حتى تخرج من الجامعة واصفح راجل اعمال واصفح راجل اعمال ساري يعني بيركب السيارات للفرية فذهب الى تلك القرية التي لم تهتم به وكان يعلم ان هناك قطعة ارض خصصتها الحكومة لهم مجانا ليقوموا عليه المسجد فسألهم وهو لم يعرف نفسه لأهل القرية فسألهم عن هذا المسجد فقالوا ليس معنا اموال ونحن فقراء فاعطاهم الحقيقة مبلغ كبير يعني سأل كم يتكلف هذا المسجد اعطاهم نصف تكلفة المسجد وقال لهم اجتهدوا وتجمعوا انتم النصف السان وبعد مرور ستة اشهر رجع لهم مرة اخرى ولكنهم لم يجمعوا قرشا واحدا فتعجب فقال لماذا لم تكمل المسجد انا اعطيتكم نصف تمال المسجد وانتم عندكم الارض فقال له نحن فقراء ونحن جوعة ولا نمتلك شيء فاعطاهم مبلغ اخر وارد ان يعلمهم درسا فقال لهم انا عندي صديق في الخارج وهو في امريكا يعني يريدهم بعض العمال من هذه القرية فاجمعوا جوازات السفر والحقيقة طلب مبلغ معقول يعني من كل واحد تكلفة التأشيرة وتكلفة الذهاب الامريكي فتجمع له هذا المال في ساعات فوجئ الحقيقة الاموال كثيرة جدا فالحقيقة طبعا يعني حزن كثيرا جدا ثم جاء مرة اخرى ودفع بقية تكلفة المسجد كاملا وكانت المفاجأة بعد ذلك ان جاءت هذه السيدة الى امه الى تلك القرية بسيارة فريهة جدا فطبعا تعجبهم وتذكروها ثم اخبرتهم ماذا حدث ثم ظهر هو بعد ذلك بسيارة اخرى وقال لهم ايها الناس كيف تبخلون على انفسكم قد كنت يتيما في هذه القرية وهذه المرأة المسكينة لم تعطوا لها شيء ثم المسجد وبيت الله سبحانه وتعالى تبخلون عليه بالانفاق تأسفهم واعتذرهم وحسوا انهم اخطأهم فارد اليهم طبعا اموالهم وجوازاتهم والحق وعدهم بعد ذلك ان هو يعني شغالهم وفعلا جمع مجموعة منهم وقام بتوفير فرص عمل لدى الشركات التي يمتلكها مع اخواله هذه القصة الحق مهمة جدا نستفيد منها هذات ربنا عز وجل يقول في كتاب العزيز ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه الحقيقة اللي بيبخل بيبخل عن نفسه الحقيقة وربنا عز وجل يقول في كتاب العزيز والذين يكنزون الهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الاليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الانسان اللي بينفق في سبيل الله ده لنفسه على فكرة يعني قبل الجزاء في الاخرة لا في الدنيا ربنا عز وجل يبارك له ما هو كيف تأتي بركة المال بالانفق في سبيل الله هما لماذا سميت الزكاة بالزكاة معنى الزكاة عن التطهير فانت لما بتطلع الزكاة من مالك انت بتطهر هذا المال وبالتالي بتأتي البركة لهذا المال انما هذا الذي يكنز ده يبقى عنده تلف كثير جدا في مال كيف ذلك لان رسول السلام يقول ان في ملكين تحت العرش كل يوم يدعو دعاء يقول الاول اللهم اعطي منفقا خلفا يعني يا رب كن ينفق في سبيلك اخلف عليه بالخير هتلو اموال ثانية اكثر مما انفق اللهم اعطي ممسكا تلفا هذا الذي يبخل ويمسك انما يمسك على نفسه هو لا يمسك على الناس يعني ايه تلفا يعني سيتلف له في ماله ان لم يخرج هذا المال في سبيل الله عز وجل وامر اخر حقيقة ان الانفق على الارمالة واليتيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمالة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله سبحان الله يعني الجاهد في سبيل الله اعلى درجات الطعاط واعلى درجات السواب الذي يقوم على لعاية اليتيم والارمالة هو يأخذ مثل اجل المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر